ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتاب الله جل وعلا قال فيها وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضلي إن الله كان بكل شيء عليما أنت تعرف أنك إنت لما تتمنى لغيرك الرزق ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لك نفس الرزق ده وأنك إنت لما تحب أنك إنت تشوف أخوك في عفيا ربنا بيجيب لك نفس العفية دي وده اللي ذكر الله عز وجل في الكران الكريم ربما أنك إنت تشوفه واحد ساكن في قصر وعنده عربية وعنده أموال كثيرة جدا وتقول لي يا رتني أبقى زي الشخص ده ما تقولش يا رتني قول اللهم إني أسألك من فضلك ففضل الله يا واسع ربما أن يكون الشخص اللي أنت شايفه في أصغر ده بيعاني من اكتئاب وحزن وأمراض كثيرة جدا ملهاش عليك وربما أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك مثل هذا الرسق وإحنا جربتها وفي ناس كتير جدا جربتها وسألوا الله من فضل ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم بمثل ما أكرم به بعض إخوانهم ولذلك يعني سبحان الله كلما أحببت أن ربنا سبحانه وتعالى ينمي من نعمة غيرك أنت كده منتش حاسد ده أنت كده يعني سبحانه الله بتتمنى أن تزيد النعم عند الغي فربنا سبحانه وتعالى يجزيك على حسن جلبك وحسن طيب جلبك الخير الكثير تذكروا العبد اللي كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال صحابي وقال يدخل عليكم الآن أحد هو من أهل الجنة فلما دخل شاب كده صلى ركعتين وصلى ركعتين تحية للمسجد وصلى مع النبي الصلاة ثم بعد ذلك ذهب للبيت بس عبد الله بن عمر يضيحها لا تابعوا لحد البيت وقال له أنا ضيف وعايز أنزل عليك ضيف فظلم عالي مدة ثلاثة أيام الغريب إنه لقى إن الشاب ده بيصلي الصلاوات المكتوبة وما لوش نوافل ما لوش حظ من الليل إلا جليل جدا لكن يعني سبحان الله بيصلي الصلاوات في أوجاته فتعجب جدا قال له إيه يعني أنا لضيف ولا كنت في صفر ولا شيء لكن أردت إن أنا أختبر عبادتك وأعرف أنت بتعمل إيه لإن النبي جال حيطخل عليكم حد النهل الجنة فنعايز أعرف أنت وصلت للمنزلة أو المكانة العالية دي إزاي قال له أنا ما بجيش أنام عن مخدة وفي قلبي زرة حقد الحد فشوف أن يعني سبحان الله أن شخص صفى قلبه وعاف عن الجميع ربنا فتح لي الرزق وجعله من أهل الجنة فأنت لما تتمنى هذه المنزلة ربنا سبحانه وتعالى يحققها لك فتأثى بأخلاق هذه الآية ولتقن يعني سبحان الله هذه الآية هي قدوتك في هذه الحياة إنك أنت تتمنى أن يهب الله عز وجل لك يعني من فضلي وتسأل الله عز وجل من فضلي ما عندكش ولد ونفسك يكون عندك ولد ما تبصش لوحدة مخلفة أربع أبناء وتقول ده عندها أربع ولاد ولا ما عنديش ولا ولد قول اللهم إني أسألك من فضلك مش هتمر عليك سنة إلا ورزقت بالولد ما عندكش مال ما تبصش لوحدة عنده أموال كتيرة جدا وتقول يا ريتني قدت زي فلان قول اللهم إني أسألك من فضلك يكرمك الله عز وجل برحة البل والصحة والمال وتذكر قصة قرون لما قرون يعني سبحان الله كل قوم موسى قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتيه قرون إنه لذو حظ عظيم فشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول بعد كده فخسفنا به وبداره الأرض فأصبح لأمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الظالمون يعني ربنا سبحانه وتعالى لو ما منش علينا وكان الدنا ذي قرون كان خسف بنا وبدارنا الأرض زي قرون لأن نتمنى نكون زيه بس ربنا خسر به في الآخر عشان كده سل الله من فضلي في كل أمر من الأوامر ما تبصش لحد وتقول أنا نفسي يكون عندي كده أنا عايز يكون عندي الرزق اللي عندي ده ما فتوحه معاه على الباصل تقول بس اللهم إني يسألك من فضلك اجعل هذه الآية ورد ليك واجعلها نص بعينيك وسل الله من فضلي وما تتمناش اللي عندي غيرك بل تمنى أن الله يهب لك من فضلي ففضل الله واسع فإن أغضق عليك بنعمي رحمك في الدنيا والآخرة شاركها لغيرك فالدالع الخاركة فعلي في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله